اليوم سويت لكم كفتة براشي على طريقتي سوف نطرم اللحم بدون دهن لان سوف نطرم طبق صحي تمام حبايبي؟ نضيف اللحم ونصارت جاهزة مفروم قليلا بصر مفروم قليلا فصين ثوم قطع رشة ملح رشة كذبرة فلفل اسود رشتين ثلاثة سوف نبدأ نعجل اللحم نسويها كرات ننكورها سوف نضيفها في الفرن لمدة 18 دقيقة لن تجد زياد لان هذه الوجبة صحيحة سوف نبدأ بالصوص بعد ان نضيفها في الفرن بصر صغيرة ثم قطعنا سوف نزيل بعد البصل ماستوه سوف نضيف كوب ماء هنا لديه ليمونة كوب راشي هنا لديه كوب لبن سوف نضيفها على نار هادية ونقف فوق راسها لحد ما تغلي ونفرغ الكفتة هنا شوفوا قاعد تغلي عندي لازم قدتلكم لازم توقفون فوق راسها نخلي كفتة بالصوصة وبقيها لمدة 8 دقائق تغلي على نار هادية بشنوا كل شوية حركوه حتى لا تحترق عدكم الصوصة سوف نضيف ملح راشتين ثلاثة ونضيف ميزانك سوف نضيف فلفل اسود تحريكة صغيرة سوف نضيف 5 دقائق على نار هادية ونقدمها لكم حبايبي سوف نضيف خضرات السوتين هناك بروكلي جزر وشجر وضرة هناك ميدا يغلي سوف نضيف فلفل اسود ملح سوف نضيف زبنة نباتي سوف نزيل السوتين سوف نضيف اغطيه لمدة 10 دقائق ويصير عندي جاهز سوف نضيف لحم نضيف سوف نضيف مع الكفتة قمت بخضرات السوتين هناك الكثير من العالم يقدموني ارز فان يوم قدمت ايها خضرات السوتين وعافية